موقف الكنيسة من الخادم المعثر لأولاده طبعاً إحنا همنا الخادم وهمنا أولاده يعني مش هنمسك السكينة للخادم نقطع رأسه علشان هو عصر الناس لأنه برضو إحنا مسؤولين عنه ولا عشان هنجامل الخادم لأنه خادم ومش عايزين لقرب ناحيته فيسبب سجس في الكنيسة طبعاً الله يكون فعون أبونا أو الأسقف اللي يعني في موقف زي كده قدامه خادم بيعثر الناس فهو عايز علاج أن الخادم ده يتاخد على جنب كده وناخد معاه وقت الغاية لما يتصلح وإلا لو أصر على أخطائه وإعثاره للناس يبعدوا عن الخدمة إزاي نحافظ على سلامنا الداخلي بالرأس